أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمز الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالانتصار الثاني الذي حققه نادي قرطب الإسباني بالرئاسة البحرينية في الدوري الإسباني للدرجة الثانية على فريق قديش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الثاني من الدوري وأوضح سموه أن الفريق يسير بخطا ثابتة حول نحو تحقيق أهداف النادي في الموسم الحالي بعد أن نجح في ترجمة عدة أهداف للإدارة في الموسم الماضي مبينا سموه أن الفريق قادر على مواصلة تقديم المستويات المتميزة في الدوري ومواصلة حصد النقاط وأشار سموه أن المتتبع لمسيرة نادي قرطب الإسباني يدرك تماما ما وصل إليه الفريق من تطور ملحوظ حيث أن الفريق حريص على ترجمة أهداف الإدارة ومشيدا سموه بحرص اللاعبين على تقديم أفضل المستويات وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد كل التوفيق والنجاح للفريق في الفترة القادمة ومواصلة تحقيق الانتصارات في سبيل المنافسة القوية على الصعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر